والمحبة تقاس بمقدار ما تبزل وتضحي عشان كده المحبة أعظم من مجرد الرحمة الله رحيم لكن الله محب دي أقوى من الرحمة الرحمة ممكن واحد فقير يجي بيتك تدي له فلوس ده الرحمة لكن المحبة تفكر فيه وتتحد به وتدخله بيتك وتشوف احتياجاته بالضبط ايه وتديله وياكل معاك المحبة التقاء بالآخر وليس مجرد رحمة من فوق نذكر رب من أجل هذا المسيح اللي قال الإنسان يكون إنسانا بمقدار ما فيه من محبة والمحبة تقاس بمقدار ما تبزل وتضحي شكرا أنا رح أطلب من القبل ما أسأل عفوا بعد ما أسأل الأخ كريم أريد الأخ محب أن يختم هذا البرنامج بالصلاة أخ كريم دقيقة ونص لأحبائك الشيعة في العراق وفي قارة أمريكا الشمالية لكل الناس إن شاء الله يوصل كلامنا كلام الرب لازم يوصل كل الناس إن شاء الله طبعا نحن من خلال قناة الأرامية نحاول نوصل رسالة الرب يسوع إلى كل العالم ورجاء أخوي بمحبة لكل اللي يشاهدون ويتابعون من الأخوة المؤمنين وغير المؤمنين حتى الغير المؤمنين ممكن هذا الإنسان غير مؤمن يفكر في نفسه يقول أنا خل أدعم هذه القناة بل كي يجي فتخادم هي كلمة تتأثر بشخصه ويجوز يقبل الرب من خلالها فإحنا دعوة دعوة خالصة بمحبة إن كل اللي يشاهدون قناة الأرامية قناة الأرامية بدأت برنامج قضية الدعم لقناة الإنجليزية وهاي القناة الإنجليزية يا أخي أنت العايش في أمريكا وفي كندا وأوروبا يعني كل المشاهدين هذه القناة قناة ضرورية لازم نوصل بها هاي الأشياء اللي إذا نشوفها وإذا نقرأ بها وإذا نحشي بها لازم تفسر إلى الأمريكان إلى الناس اللي من عندك بك أنت ابنك ما يعرف إنكليزي قرباءك ما يعرفون إنكليزي فدعوة مخلصة محب مفتوح قلبه لكم أن أدعوكم أن تستندون هذا العمل هذا عمل جبار الأخوة الموجودين هنا ناس مباركين يعملون من أجل توصيل كلمة الرب وبشارة المسيح لكل العالم فرجائي ومحبتي أن تهتمون بهذا الموضوع والدعمون الأرامية دعم كامل بقلوب قوية ليس قلوب مرتبكة إذا ارتبكت وارتدت لا تدعم الأرامية نريدك أن تدعمها بقوة حتى عمل الرب يكمل نحن عندنا عمل وأنا أتحدث أن كل نقطة بالإعلام كل حالة بالإعلام نريد أن نوصلها للعالم كله لازم تكون من المؤمنين وهذه القناة إلك والإبنك والأقرباءك والأهلك وهذه القناتك واهتم بهذه القناة والرب يباركك شكرا أخي شكرا الدكتور عيمات نتكلم عن المحبة وأنا رح أقرأ بس آيتين كم آية عن المحبة محبة العذاب الحقيقة والانتقام وهذا الرب يسوع المسيح اللي قال يعني ولو إحنا موضوعنا عن الوصايا العشرة بس الرب يسوع المسيح مو فقط طبقها وليس فقط علم بها بل بالحكس هو راح بعد عشرة أمتار زيادة ولهذا رح أقرأ هذه عمق الفكرة عمق الفكرة طبعا فقال عن الانتقام قال سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن وأما أنا فأقول لكم لا تقوم الشر بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضا ومن سخر كميلا واحدا فاذهب معه اثنين ومن سألك فأعطيه ومن أراد أن يقترض منك فلا ترده بعدين كمل على موضوع محبة الأعداء قال سمعتم أنه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك وأما أنا فأقول لكم أحب أعداءكم باركوا لعنيكم أحسنوا إلى مبغضيكم وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم لكي تكونوا أبناء بكم الذي في السماوات فإنه يشرق شمسه على الأشرار والصالحين ويمطر على الأبرار والظالمين آمين الكلام حلو كثير واش قد ما نقرأ منه يعني منش باع كرسالة أخيرة عزيزي المشاهد أنه أن أدعوك الآن أن تقترب بسرعة إلى ربك وخالقك الوحيد الرب الإله الذي تجسد من مريم العذراء بهيئة إنسان ربنا يسوع المسيح جاء لغرض واحد وهو أن يصعت على الصليب لكي يموت ويسفك دمه هناك على الصليب من أجل خطاياك وخطايايا أنا فأرجوك تعال الآن ابترب وقبله كرب ومخلص لأن الله يريدنا أن نتوب يريدك أنت أنتوب كافي الظل تمشي بنفس الدائرة يوميا يوميا بالمراوغة والتحايل والجنس ومحبة الدولار وإلى آخره ابتعد من الشر وأطلب منه الغفران وقل له يا رب سامحني يا رب أخفرني يا رب غسلني يا رب بدمك املأني يا رب بروحك القدوس ساعدني يا رب حتى أحب أعدائي لأنه حياتك قصيرة كم سنة ورح تروح مثل البخار فاستغل هذه الفرصة والروح الرب الآن جاي يتكلم معاك وإذا تقول نعم وتقبله اليوم رح يسجل اسمك في سفر الحياة ورح تعيش في نعيم وأخيرا ستسمع منه كلام حلو رح يقول لك أحسنت أيها العبد الصالح أيها العبد الأمين حيث كنت أمينا على القليل سأقيمك على الكثير أدخل نعيم سيدك فهنيئا لك إذا تقبله كرب ومخلص لأنه المسيح هو الحل الوحيد لا الإسلام ولا السياسة ولا أوباما ولا الأديان ولا كل شيء لأنه هو الأعجوبة الوحيدة ولادته كانت بأعجوبة قيامته بأعجوبة تعاليمه بأعجوبة مجيئه الثاني هو شخص محاط من جميع جوانبه بأعجيب أقبله أقبله الآن ويوالنبير رب يبارككم وتصبحون على خير بكرة رح يكون عندنا برامج أخرى ويوم الثنين مثل ما قال أيضا الدكتور عيمات وتصبحون على خير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة